اهلا وسهلا فيكم اصدقائي جميعا بفيديو جديد اليوم في عنا كتابة رسالة جديدة ومهمة من رسائل لغة الالمانية موضوع الرسالة انت بدك تسجل بنادي رياضي وعم تبعث لصاحب النادي تطلب منه معلومات حول النادي بشكل عام فالرسالة هي رسالة طلب معلومات حول تسجيل بالنادي جديد اول شي رح نشوف السيطواتسيون والبونكتة لنشوف شو لازم نكتب انت تريد ان تمارس الرياضة بانتظام شبورت تغيبن يعني ممارسة الرياضة غيج الماسق يعني بانتظام بشكل دائم وتريد بسبب ذلك لانك تريد ممارسة الرياضة بانتظام ان تذهب الى فتنس شتوديو او ان تسجل بفتنس شتوديو داس فتنس شتوديو هو النادي او مركز اللياقة طبعا هون في شغلة نحنا عم نكتب رسالة طلب معلومات سواء كان اي نوع من انواع النوادي او اي شي نحنا بنطلب معلومات عنه ورح نستفيد من هاي الرسالة من الجمل اللي مكتوبة شرابا هون بريف او اي شي نحنا بنطلب معلومات او مركز اي شي نحنا بنطلب معلومات او اي شي نحنا بنطلب معلومات او مركز بونكت نومات في شبورت ارت شبورت ارت يعني نوع الرياضة بونكت نومات غاية هي كوستن لازم نسأل هون عن التكلفة عن السعر فرح نكتب هاي الرسالة بشكل بسيط وسهل رح نكتب كل بونكت لحال واخر شي نكتب الرسالة بشكل جاهز فبتمنى تركزوا معي بهذا الفيديو اللي تتعلموا كيف تكتبوا رسالة طلب معلومات حول اي شيء بتشوفوه ولا تنسوا اصدقائي دعم الفيديوهات اذا عم تستفيدوا بعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة زلسا مو مشتركين وخلينا نبدأ بكتابة الرسالة رح نبدأ اول شي بكتابة الان غادة التحية اول شي لازم نعرف هل الرسالة رسمية ام غير رسمية اذا هي رسالة رسمية اذا فيش غايب نهويته اين فورميلن بغيف رسالة رسمية طيب لمين لازم نكتب لازم نكتب لرئيس النادي السيد هوفمان اذا رسالة رسمية ومذكور عنا الاسم والشخص اسمه هير هوفمان فمنكتب الان غادة التالية زا غيرتا هير هوفمان ومنبدأ بكتابة اول بونكت اللي هي سبب الكتابة بكل بساطة انه نحنا بدنا نمارس الرياضة بشكل منتظم وبدنا نسجل بنادي تبعكن ففينا نكتب التالي ايش غايب اينن ديزن بغيف اكتب لكم هذي الرسالة لأنني اريد ممارسة الرياضة بشكل منتظم ايش مشتمش في اياه فتنس شتوديو انملدن انا اريد ان اسجل بالنادي الرياضي الخاص بكم الفعل هو اذا بكل بساطة هيك فينا نكتب الطلب الاول او فينا نكتب اساسا انه انا بدي سجل بالنادي وبدي بعض المعلومات بس انا كاتب هاد الحكي بـ .numatsify رح نشوفها بعد شوي اذا في عنا .numatsify sport art المفروض هون يكون فيه فاغت سايشن بس هاد خطأ بالكتابة يعني اشارة استفهام بتصير عنا شبورت ارت فاغت سايشن منعرف انو لازم نسأل هون عن نوع الرياضة في عنا عدة خيارات لحتى نسأل او نطلب معلومات حول اي موضوع فكتبتلكم بعض الخيارات هون مثلا بخصوص ذلك لدي بعض الاسئلة اذا داتسو هي عائدة على ما قبلها إذن إحنا ذكرنا أنه نسجل بالنادي وبالنسبة لذلك وبالنسبة للتسجيل بالنادي لدي بعض الأسئلة أو مثلا إيش فورد أغران فيسن أرغب بمعرفة ومنكمل الجملة أو فينا نكتب هاي الصيغة مثلا لأنا كاتبها أساسا بالرسالة وهي الصيغة إذا فيكن تحفظوها بتكون ممتازة كمان إيش فورد أين زي عدنكبار إذا كنا بإمكاني الحصول على بعض المعلومات مينكم كنتن زي ميازاغن فيلش شبورت أغرد زي أنبيتن كنتن زي ميازاغن هل يمكنكم إخباري رجاءن فيلش شبورت أغرد زي أنبيتن أي نوع من الرياضات تقدمون أو تعرضون وإذا كنتن زي ميازاغن وهل لديكم برامج خاصة يعني هناك برامج للتدريب بشكل خاص إذا كنا نكتب بالسؤال عن شبورت أغرد بالنسبة للقواعد في عنا هي يعني سوف أكون يعني سوف أكون ممتن أو شاكر لكم كمان في عنا كنتن زي ميازاغن فيها كونيوكتيفت صفاي الفعل وهي الجملة أساسا هي سؤال لهيك الفعل بيكون بآخر الجملة إذن هيك فينا نكتب هاي البونكت شبورت أغرد رح نروح للطلب اللي بعده أصدقائي جميع هدول الجمل والأمثلة مع وصف الموضوع مع كتابة الطلبات والرسالة بشكل نهائي موجودين على موقعي الإلكتروني على شكل أرتكل إذا بتحبوا تطلوا عليه هون أو تنسخوا بعض الجمل وتستخدموهم برسائل تانية بإمكانكم تدخول لهذا الموقع من خلال أول رابط بوصف الفيديو أو بأول تعليق بالأسفل الطلب الثالث هو كوستن إذن لازم نسأل عن التكلفة فينا نسأل عن السعر بعدة أشكال يفضل كمان نحفظ صيغة أو تنتين للسؤال عن السعر بشكل دائم ممكن نكتب هون أو ساديم فردائش جان فيسن أو ساديم بالإضافة إلى ذلك نحن قريدي سألنا عن شي فبنسأل عن شي تاني إذن إيش بوردائش جان فيسن أرغب بمعرفة كمان هون في عنا سؤال وبالتالي الجملة هي الفعل بالأخير كم يكلف النادي الرياضي الخاص بكم شهريا وبأي رسالة طلب معلومات فينا نكتب خاتمة بسيطة عن الموضوع لأن نحن أساساً عم نطلب معلومات وبالتالي عم نستنى رد من صاحب أو من الشخص المرسل إليه ففينا نكتب لهاد الشخص أو هاي جيهة فيكن تتصلوا فيه على هاد التليفون نومة أو إيميل أدرسة يمكنكم التواصل معي أو من خلال الإيميل أشكركم مقدما أو شكرا سلفا ويسروني جواب منكم إذن بكل بساطة هيك فينا نكتب هاد الطلب والسؤال عن السعر إضافة للجملة هي الخاتمة طبعا عملنا كتير أمثلة وأنواع عن جمل طلب المعلومات فإذا كنتوا عم تتابعوا الفيديوهات فعليا فيكن تكتبوا اليوم رسالة من حالكن وباستخدام عدة صياغ كنا حاكيين عنهم وهك كتبنا طلبات هاي الرسالة رح نجمعون ونكتبون على شكل رسالة بشكل كامل إذن هاي رسالة لعنا متل مشافين نبدا أواشي بي أورت وداتم زم Beispiel Berlin 31.07.2022 Sehr geehrter Herr Hoffmann Ich schreibe Ihnen diesen Brief weil ich regelmäßig Sport treiben möchte möchte mich für Ihr Fitnessstudio anmelden Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn ich ein paar Informationen von Ihnen bekommen kann Könnten Sie mir sagen welche Sportart Sie anbieten und gibt es spezielle Programme Außerdem würde ich gern wissen wie viel Ihr Fitnessstudio monatlich kostet Sie können mich unter der Telefonnummer oder per E-Mail erreichen Ich bedanke mich im Voraus und ich freue mich auf Ihre Antwort Und auch noch etwas wir schreiben den Schluss mit Freundlichen Größen und wir schreiben den Namen Okay, meine Damen und Herren ترجمة نانسي قنقر